اشتركوا في القناة صنف حسب الجدول نفايات صلبة نفايات سائلة ونفايات غازية عدنا البطاريات قرورات البلاستيك مبيدات الحشرات بقايا البناء مياه الصرف الصحي دخان الصيارات بقايا زيوت التشحيم وزجاج مكسور ثمين ثاني سطر الخطأ ثم صحح تكثر النفايات من حولنا ولكنها لا تهدد حياتنا كل نفايات خطيرة وسامة يجب رمي النفايات عشوائيا نرمي جميع النفايات مع بعضها النفايات البلاستيكية غير قابلة للاسترجاع سؤال ثالث اربط بسهم بين كل عبارة وما يناسبها بقايا الزجاج والبلاستيك بقايا الأدوية والمعادن السامة البطاريات الورق العادي المعادن غير السامة بقايا المواد الغذائية لا يعاد استرجاعها يتم حرقها لتوفير الطاقة تعالج وتخزن يعاد استرجاعها وتصنيفها تمرين الرابع تختلف طرق التخلص من النفايات حسب نوعها اذكر الطريقة المناسبة للتخلص من كل النفايات من هذه النفايات الورق والزجاج بقايا الأدوية والمواد الكيمائية أو الكيميائية بقايا المواد الغذائية النباتية والحيوانية الوضعية الإدماجية لا يمر يوم دون أن تلقى أطنان من النفايات المنزلية في الأماكن المخصصة لها علما أن بعض هذه النفايات تشكل خطرا على الصحة وتشوه جمال المحيط اكتب فقدها تتحدث فيها عن أنواع النفايات وأخطارها والطرق المناسبة للتخلص منها نمر للتصحيح إذن النفايات الصلبة من بين هذه النفايات الصلبة عدنا البطاريات البطاريات عبارة عن نفايات صلبة القارورات البلاستيكية كذلك نفايات صلبة عدنا بقايا البناء نفايات صلبة كذلك زجاج مكسور هذه نفايات صلبة طيب النفايات السائلة عدنا مياه الصرف الصحي سائلة وعدنا بقايا الزيوت الشحوم هذه نفايات سائلة النفايات الغازية عدنا مبيدات الحشرات مبيدات الحشرات وعدنا دخان السيارات هذه نفايات غازية سطر تحت الخطأ ثم صحح تكثر النفايات من حولنا ولكنها لا تهدد حياتنا خطأ لا تهدد حياتنا تكثر النفايات من حولنا وتهدد حياتنا كل النفايات خاطرة وسامة الخطأ في كل ليس كل وإنما بعض النفايات خاطرة وسامة يجب رمي النفايات عشوائيا الخطأ في يجب بل لا يجب نقول لا يجب ورمي النفيتها نرمي جميع النفيت مع بعضها الخطأ في نرمي الصحيح لا نرمي جميع النفيت مع بعضها النفيت بلاستيكية غير قابلة للإسترجاع الخطأ في غير قابلة للإسترجاع والجواب النفيت بلاستيكية قابلة للإسترجاع اربط بسهم بين كل عبارة وما يناسبها بقايا الزجاج والبلاستيك هذه نقدر ونربطوها مع تعالج وتخزن ونربطوها مع يعاد استرجاعها وتصنيفها نربطوها مع هذه ومع هذه طيب بقايا الأدوية والمعادن السمة أدوية والمعادن السمة هذه لا يعاد استرجاعها البطاريات البطاريات كذلك لا يعاد استرجاعها فيها ما وتسمى البطاريات الورق العادي الورق العادي تعالج وتخزن الورق العادي يعالج ويخزن ويعاد استرجاعها وتصنيفها كذلك طيب المعادن الغير السامة يعاد استرجاعها وتصنيفها بقايا المواد الغذائية يتم حرقها لتوفير الطاقة رابعا تختلف طرق التخلص من النفاية حسبها نوعية أذكرها حسب كل الورق والزجاج طيب الورق والزجاج الفرز ثم إعادة استرجاعه يفرز الفرز ثم إعادة استرجاعه طيب بقايا الأدوية والمواد الكيميائية الردم التقني بقايا الأدوية والمواد الكيميائية الردم التقني ودفنها في حفرة كبيرة الدفن والحرقة بقايا المواد الغذائية النباوتية الكيميائية كذلك حرقها هذه حرقها لتوفير الطاقة أو إنتاج الأسمدة الوضعية الإدماجية يتحدث عن أنواع النفاية وأخطارها والطرق المناسبة للتخلص منها عدنا وضعية إدماجية النفايات هي بقايا الأغذية وأوراق التغليف ومواد التعليب النفاية أنواع منها ما هو منزلي كالفضلات المنزلية ومنها ما هو الصناعي كالفضلات المصانع وفيها صلب مثل مواد التغليب والأدوية والسائلة مثل المياه صرف الصحي بعض النفايات خطيرة وسامة تضر بصحة الإنسان والمحيط لذلك يجب اتباع الطرق الصحية للتخلص منها كالفرز والاسترجاع خاصة الورق والبلاستيك والزجاج الردم التقني المعادن السامة والأدوية الترميد وهو الحرق لبقايا المواد الغذائية والنباتية والحيوانية الحرق يسميه الترميد طيب نمر للنموذج الثاني نفس الشي في التربية العلمية اربط بسهم تشرق الشمس كل يوم تغرب الشمس كل يوم ينتج عن دور الأرض حول نفسها ينتج عن دور الأرض حول الشمس تعاقب الفصول الأربعة من جهة الشرق من جهة الغرب تعاقب الليل والنهار تمانين ثاني اكمل الجدول التالي الانقلاب الشتوي 21 مارس أطول نهار في السنة 21 سبتمبر تمانين ثالث تدور الأرض أكمل من كلمة المناسبة تدور الأرض حوله فينتج عنه الفصول الأربعة أثناء الأرض حول الشمس يكون محور دورانها في الشتاء تكون مدة النهار ودرجة الحرارة في الصيف تكون مدة النهار ودرجة الحرارة يكمل عبارة المناسبة فقط تمعا في يومين مستخرجين من الرزنامة تمعا في يومين مستخرجين من الرزنامة الشرق الغروب الشرق الغروب الاثنين واحدة جويليا الخامس 26 ديسمبر ما هي مدة النهار يوم الاثنين هذا ما هي مدة النهار يوم الخامس لأي فصل ينتسب كل واحد منهما الوضعية الإدماجية في سهرة يوم الخامس والعائلة مجتمعة حول التلفاز ظهرت الموذيعة في نشرة الأحوال الجوية وقالت اليوم هو 21 جوان وهو أطول يوم في السنة اندهش أخوك وصاح أطول يوم لماذا تقول هذا؟ هل يجد أطول يوم وأقصر يوم؟ ولماذا طول الأيام ليس نفسه؟ ساعد أخاك على فهم هذه الظاهرة نمر للحل أو للأجوبة نبدأ بالتمرين الأول اربط بسام طيب تشرق الشمس كل يوم من جهة المشرق تغرب الشمس كل يوم من جهة المغرب ينتج عند وران الأرض عن نفسها تعاقب الليل والنهار ينتج عند وران الأرض حول الشمس تعاقب الفصول الأربع ثماني ثاني الإنقلاب الشتوي الإنقلاب الشتوي هو 21 ديسمبر 21 ديسمبر أقصر نهار في السنة أقصر نهار في السنة طيب 21 مارس هو الإنقلاب الرابعي الإنقلاب الرابعي تساوي الليل والنهار طيب أطول نهار في السنة و21 جوان 21 جوان الإنقلاب الصيفي طيب 21 سبتمبر هو الإنقلاب الخريفي تساوي الليل والنهار أكمل بالكلمة المناسبة تدور الأرض حول الشمس فينتج عنه تعاقب الفصول الأربعة أثناء دوران الأرض حول الشمس يكون محور دورانها مائلا في الشتاء تكون مدة النهار قصيرة ودرجة الحرارة منخفضة في الصيف تكون مدة النهار طويلة ودرجة الحرارة مرتفعة تماعا في اليومين المستخرجين أن الاثنين والخامس ما هي مدة نهار الاثنين مدة نهار الاثنين هي 14 ساعة و41 دقيقة 14 ساعة و40 دقيقة لشي ندير وقت الغروب نقص وقت الشروق نصيب مدة النهار اللي هي 14 ساعة و41 دقيقة طيب يوم الخميس مدة نهار الخميس هنا 9 ساعة و42 دقيقة الغروب نقص الشروق مدة النهار 9 ساعة و42 دقيقة لأي فصل ينتمي كل منهما الاثنين فصل الصيف النهار طويل الخميس فصل الشيتاء ولماذا؟ طيب لأن الأيام في فصل الصيف يكون النهار طويل والليل قصير والعكس في فصل الشيتاء الوضعية الإدماجية ساعد أخاك لفهم أطول وأقصر يوم كما تحدثت المديعة في الأحوال الجوية طيب تتغير مدة الليل والنهار خلال السنة نظرا لحركة الأرض حول الشمس فيكون أقصر نهار في 21 ديسمبر الإنقلاب الشتوي وأطول نهار في 21 جوان الإنقلاب الصيفي ويتساوى الليل والنهار في 21 سبتمبر و21 مارس الاعتدال الخريفي والربيعي بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر